صحيح أن صايها تصير شريرة؟ صايها تتحول إلى شخصية شريرة؟ هل صحيح أن باكهي صارت طيبة بعد الحمل؟ وصاي شريرة؟ لا، هذا الكلام مجرد خزعديلات. صاي هي البطلة الرئيسية للمسلسل الهندي حبيبتي من تكون، أو كما يسمى في الهند بالدائع في الحب، وباكهي هي الشخصية شريرة. صاي في الحلقات الهند سوف تكتشف خداع وكذب باكهي، وستحضر لها الشرطة من أجل معاقبتها، ولكن فيرات سيخرجها من استيجن بدافع الشفقة، وأنها أم طفله. بعدها صاي سوف تتخذ قرارات سارمة ضد باكهي، مما يجعل العديد يظن أنها سوف تصبح شريرة، ولكن العكس صحيح، فصاي هدفها حماية طفلها وعائلتها من شر باكهي. كيف ريا هتتطلق؟ رامبير هيتطلق ريا صحيح وكيف؟ بالافي وريا اتفاجأت بطرد يصلهم إلى المنزل، توجد فيها أوراق طلاق لريا ورامبير. وبعدما اجتمعت العائلة، ريا قطعت أوراق الطلاق ورمتهم بوجه بالافي. ثم رامبير ظهر وبيدها أوراق الطلاق الموقعة من ترافريا، حيث استغل فرصة عدم وجودها بوعيها، وهذا جعل الجميع مصدوم من رامبير. ممكن تنصحيني بفيلم هندي، في فيلم هندي جديد يستحق المشاهدة. أنصحكم بفيلم دارلينغ 2022 لعليا باهات، وهي حاليا أقوى ممثلة هندية في بوليود. تدور أحداث الفيلم حول شخصان متزوجان، بطولة شخصية بادرون التي تقوم بدورها الفنانة علي أباهات، وهي متزوجة من حمزة، وهو الممثل في جاي فارما. تأمل بادرون أن ينصلح زوجها المتقلب بتوقفه عن شرب الخمور وتعنيفها، ولكن حين يتمادى في غضبه، تسعى هي ووالدتها بجرأة للانتقان. حتى وإن كان ذلك بطريقة سادجة. بالنسبة للناس اللي سألوني عن رأيي في الفيلم شاهدته البارحة، بكيت وضحكت بنفس الوقت. صراحة الفيلم رهيب، والنهاية برد القلب شوفوه يا بنات، والله حلو حلو كتير. أصلاً عليا من يومها أفلامها الجنن، كل فيلم أحلى ميتان. يا حبيبي، يلا ولع ولع، يلا يلا. انتهى الفيديو، اشتركوا في القناة وفعلوا شرس لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات عن مسلسلات الهندية ونجومها. وعملوا لايك للفيديو، وكلمة شكر منكم تكفيني. اشتركوا في القناة